بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا بنا رسول الله السلام عليك يا بنا أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا بنا فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أثار الله وابن ياثاريه والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحليك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي يا الليل والنغار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزيه يا أبا عبد الله وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسزات أساز الظلم والجور عليكم أغلى البيت ولعن الله أمتان دفعتكم وأزالتكم على المراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حربكم ووليون لمن أولاكم وعدون لمن عاداكم إلى يوم القيامة وعن الله ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله أمتان أسرجات وألجمات وتنقبات وتهيئات لقتالك يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي لقد أعظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أجل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجينا بالحسين في الدنيا والآخرة يا سيدي يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة من أعدائك وممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة من من أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البايت وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاته وليكم وبالبراءة من أعدائكم ومن الناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حربكم وولي لمن أولاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفته أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب أثاركم مع إمام مغديين ظاهرين ناطقين منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقابي غدا ممن تدالوا منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إنا ذا يوم تبركت به بنو أميه وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا فيه نبيك صلواتك عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا وهذا يوم اللهم فرحات بيه آل زياد وآل مروا بقتلهم الحسين صلوات الله عليه عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم والعنة والعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام اللهم اللهم العنة أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة بعين له على ذلك اللهم العنة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي يا الليل والنغار ولا ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام السلام على الحسين وعلى وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام اللهم خص أنت أول ظالمين باللعن مني وابدأ به الأولى ثم الثانية ثم الثالث ثم الرابع اللهم العن يزيد ابن معاوية خامسا والعن أبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعدين وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابقين الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وذبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين المترجم شكرا